اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن هو توحيد الاسماء والصفات وان هذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا العلم اي علم وبابك اسماء والصفات لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم واتبس على الامة وفل وضع عليه الصلاة والسلام وبيّنه وكذلك الصحابة رحمة الله عليه وسلم الصالح حتى لا نقع في موقع في الفرق الظالم حياة القلوب تعرف على الله اشرف العلوم سبب لدخول الجنة لدعاء الله سبحانه وتعالى بالاسماء لأن الله سبحانه وتعالى امر بهذا ولله الاسماء الحسنة فادعوه بها وذروا الذين يحدون في اسماء سجدون ما كان يعمل وغير هذا من الأمور طريقة الدراسة لو شاء لك سائل كيف ندرس هذا الباب اي باب الاسماء والصفات نقول اولا لابد ان يكون السبب لدراسة هذا الباب اي باب الاسماء والصفات هو تعظيم الله سبحانه وتعالى ولذلك امامنا الامام مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء سئل عن شيء عظيم يقال الله اعلم انه عندما سئل طاقة راسه وعلى الرحضاء العرب كيف يسأل عن كيفية الاستواء عن كيفية صفة من صفاته كيف يسأل هذا امر عظيم لذلك لا يمكن ان يكون باب الاسماء والصفات يعني في التدريس مثل ما تتكلم عن سفة مخلوق ما يمكن هذا الباب لا بد ان يكون الغرض من دراسة هذا الباب هو تعظيم الله سبحانه ولذلك لا يمكن لا يمكن في هذا الباب ان نسأل ان نسأل عن اشياء لا نسأل عن الصحابة الضرعين احرص علم منه وادقى لله منه والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر الخلق الخلق وعلم الخلق بالله ايضا من الطريقة في الدراسة ان اكون على قاعد القاعدة هذه ذكرها الامامة الاستواء معلوم اي معلوم المعنى فكل ما في الكتاب والسنة يمكن مصول الى معنى نعرف معنى الاستواء ومعنى العلو ومعنى اليدين نعرف الاستواء معلوم والكيف مجهول نؤمن ان الله سبحانه وتعالى كيفية تلق جانة عظمته لكن هذه الكيفية لا نعلمها مثاله الآن ما عد الله سبحانه وتعالى متقين في الجنة ناخر وزيتون ورمان وخمر معاني هذه الاسماء نعرف المعنى لكن الكيفية ما ندري عنها والامام به واجب اذا لا بد ان نثبت كل ما اثبت الله لنفسه واثبت له رسول صلى الله عليه وسلم والسؤال عنه بدعة لان هذا سؤال عما لم يسأل عنه الصحابة رضو الله عليه هذا مهم جدا ان تفهم هذه المهورة الطريقة في الدراسة على ما كان عليه السلام الصالح رضو الله عليه بعد هذا سبب الدراسة لهذا المدن متوب كثيرة قلفت في العقيدة وفي باب الاسماء والصفات لماذا اخترنا دراسة هذا المتن أي متن العقيدة الوسطية امور كثيرة اولا هذا المتن أي متن العقيدة الوسطية من اهم المتوم في العقيدة بل ان هذا المتن جمع فيه شيخ الاسلام تيمة رحمه الله تعالى مجمل ما قيل في باب الاسماء والصفات في باب اثبات كلام الله سبحانه وتعالى وقولها السنة في سفة الكلام في باب الصحابة رضو الله عليه فيما شجرة بين الصحابة في آل البيت في كرمات الولياء في طريقة الاسماء والجماع العملية الجمع بين العلو والمعين من احسن ما قيل في اضواب وتفرقة عند اهل السنة والجماع ولهذا ارشد العلماء الى حفظ هذا المتن تحفظ هذا المتن مع كتابة التوحيد باذن الله يعني يكون لديك يعني قاعدة في كتابة في التوحيد وفي العقيد اهم المتون من احسن ما قيل في اضواب متفرقة هذا المتن متن عقيدة المسطين من اسهل كتب شيخ الاسلام العقيدة الواسطين من احسن ما يعني كان فيه المؤلف رحمه الله سارة في العقيدة المسطين على حسن التبويب والتغتيب وسأتي معنا في التقسيمات الكتابة كذلك كثرة الشرحات عليه عناية العلماء نصيحة العلماء بدراسة هذا المتن متن مبارك المؤلف المؤلف رحمه الله تعالى كل مؤلفات شيخ الاسلام لا يمكن ان يأتي بكلمة الا ولا عصر من كتابه السلم بل يتحرى انه لا يتكلم الا بمورة الكتاب السلم من غير تمثيل ولم يقل ولم يقل وغير تشبه لماذا لأن هذا الذي جاء في القرآن هذا السبب للدراسة لهذا المتن ايضا لو اردنا ان نفهرس او نقسم هذا المتن القسم الاول المقدمة والمقدمة تحتوي على مجمل اعتقادة للسنة والجماعة عموما وفي باب الاسماء والصفات خصوص ثم اورد المؤلف الادلة من القرآن وقال من تدبر القرآن طالبا للهدى تدبر وارادة الهدى القرآن مملو بهذا الباب بل لا تخلو منه آية على ما ذكر ربنا ثم انتقل الادلة من السنة هذا قسم الثالث الاول مقدمة والقسم الثاني الادلة من القرآن شيخ الاسلام رحمه الله كان اذا جلس في مجلس التحديد يقول كان ينتقي من القرآن حيث شاء كأن القرآن بين يديه نعم كذلك السنة وسوف نرى ان شاء الله تعالى كيف المؤلف رحمه الله تعالى رتب حسن الترطيل الادلة من السنة كذلك رتب هنا ثم ثم بعد هذا جاء القسم الرابع وهو اهم شيء في الكتاب بعد الادلة من الكتاب السنة مجمل اعتقال على السنة في امور شدة ذكرها وهذا من احسن ما في الواسطية والله اعلم ثم ان المؤلف رحمه الله تعالى اراد ان يبيه شيء مهم جدا وهو طريقة الهل السنة والجماعة العملية العقيدة لا تظهر على سنة كل مرة طريقة الهل السنة والجماعة العملية ثم ان المؤلف ختم بخاتمة عجيبة والله شيخ الاسلام امام اللف في معتقد اهل السنة والجماعة وفي نهاية العقيدة ما قال انا السلفي وانا امام من امة اهل السنة وانا كيف قال لا في نهاية العقيدة يقول نسأ الله ان يجعلنا منه سبحان الله تبرأ من حول من قوتي ولم يدع اسمه الا لمعاصم الله الانبياء ورسوع عليهم الصلاة والسلام وانت تسمع بعض الناس اليوم قال انا سلفي اشانت صحيح هذا شيخ الاسلام في نهاية العقيدة تبرأ من حول من قوة وقال نسأ الله نجعلنا نجعلنا وسيأتي بإذن الله تعالى يعني الكلام على ما ختم به المؤلف رحمه الله يذكر بعض العلماء رحمه الله ان الشيخ الاسلام توسط بالواسط ثم ثم بعد هذا حمى بالحموية ثم دمر بالتدمرية فلابد يعني عند الدراسة نجعل العلماء رجعنا العلماء في الدراسة قالوا أول ما يدرس فيه هذا الباب أي باب الاسلام والصداد ومن كتب سلحة الاسلام الواسطية ثم الحموية التدمرية ولو سفت على هذه الطريقة بإذن الله تجد الحموية التدمرية أسهل ما نكون نعم طيب وإن شاء الله تعالى يعني نأخذ نبذة عن الحموية والتدمرية بالإذن الله إذا انتهينا مع عقيدة الواسطية إخواننا الله هؤلاء العلماء تعبوا حتى أوصلوا لنا هذا العين بقي علينا نسلك سلكنا وصعنا إذا لم نسلك هذا الطريق لا نسلك إلا أن يشاء شيخ الإسلام هو المؤلف هذه الرسالة المباركة عادت علماء السلف رحمهم الله أنهم دائما وفي الغالب لا يركز على تراجم العلماء لا يذكر يعني مثلا كم من كتاب تقرأ لا يتكلم عن الشيخ محمد العبدالله رحمه الله وكذلك لماذا يعني يتكلم ولكن ليس لك يعني الحديث وإطالة فيك لماذا أرادوا أن يعلق الخلق بالخلق وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فذكر التراجم أحيانا يكون من باب معرفة أن هؤلاء ساروا على طريق النبي صلى الله وبهذا ارتفعوا الآن لو تنظر مثلا في زمن الشيخ محمد بن عبدالله رحمه الله هل كان هناك علماء نعم ومن هو أحفظ أعلى من الشيخ محمد بن عبدالله نعم لكن الفرق هو الإخلاص نعم يعلم قلوبكم خيرا يعيذrtين خيرا مما أخذ منكم مات بن سعدي رحمه الله وكان الشيخ بن عثيمين رحمه الله يوم أتى لإبن سعدي رحمه الله كان صغير الشيخ بن عثيمين مات الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله رفع الله سبحانه وتعالى الشيخ هناك كان من طلاب ابن سعدي من يدرس الشيخ بن عثيم الرحمن لكن الإخلاص ترجى مختصرة للشيخ الإسلام الغرض من الترجع أن ننظر في سيرة هذا الرجل ونقول أن هذا الرجل سار على طريقة السلم واقتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم نحسبه كذلك الله حسبه ولا نزكع الله أحد ولا بد أن نسير على هذا والعبرة بالميزان ما هو الميزان؟ الميزان الذي نوزم كل ما يأتي عن أحد من الناس قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تقدم هذا وسيأتي من كلام شيخ الإسلام أنه يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم والهدي محمد ما تقدم هدي أحد شيخ الإسلام هو أحمد ابن عبد حليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني ابن دمشق المعروف بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام شيخ الإسلام منذ صغري عرف الجد والاجتهاد لا أعرف الكسر ولا أعرف اللعب حاتم كلها يقول هو جاد فيها جهوري الصوت وقد قيل عن رحمه الله كل مؤلفة شيخ الإسلام هو فيها قائل لا ناقل تتعرف اليوم بعض من يؤلف هدان الله قص ولص قص ولص خمس دقائق يخرج كتاب شيخ الإسلام لا يعرف القص ولص ولا يعرف النقل من الكتب لا يعرف هذا لا يعرف هذا يكتب من حفظه كل مؤلفات شيخ الإسلام هو فيها قائل لا ناقل يكتب شيخ الإسلام في يوم ما يكتب الكاتب في أسبوع سريع كتاب حتى قيل أنه لا يوجد في من ألف مثل شيخ الإسلام أبد ما يوجد مثل في التأليل لماذا له أكثر من ألف مؤلف شيخ الإسلام لنعم تنظر في مؤلفات ابن القيم رحمه الله مثلا ابن القيم ثمانة تسعين مئة تقريبا هذه مؤلفات ابن القيم رحمه الله ألف أكثر من ألف مؤلف أكثر مؤلفات شيخ الإسلام في السجن قال ومعنا وكتب رسالة أمه أن الله قد فتح علينا الفتوحات وكذا أقل مؤلفات شيخ الإسلام في السجن بل بعض المؤلفات كانت سبب في سجن شيخ الإسلام زهد ورعه ورعه تألّه لله إخلاص أول شيخ كانت إذا صلى الفجر لبث في مصلاة إلى أن تطلع الشمس ويقول لا يحدث أحد ويقول هذا زادي من الدنيا هذه غدوتي إن لم أتغدى سقطت قوتي لم يسمع قبض يقال في مجال الشيخ الإسلام التيمي الشيء من الغيبة والنمين أو ذكر أمور الدنيا لا تذكر عند الشيخ الإسلام لا يعرفها لم يتزوج لا رهبانية لكن شغل الشيخ الإسلام عرف سهل وجوده في هذه الدنيا تعليم الناس جهاد والسجن لا يعني هذا أن طالب العلم يقول أريد أن أقتدي في شيخ الإسلام لأبو ذنب السل لا قدر الله سبحانه وتعالى عليه السجن مكنوا الله سبحانه وتعالى من أعدائه قال له الخليفة ماذا تريد أن أصنع به ماذا تظنون أن الشيخ الإسلام قال للخليفة اقتلهم ذبحهم قال لا قال هؤلاء أنا أرى الله أعلم أنه خيرة الناس لأنهم يناظروا بعد فأرى أن تتركهم نعم وما ازداد عبده بعفو قال الله عزه نعم شهد له الأعداء قبل من كان يعرف شيخ الإسلام شاهدوا له بالعلم كان يدخل الداخل إلى مجلس شيخ الإسلام إذا دخل يذكر الله سبحانه وتعالى من من هذا المجلس العامل لذكر الله كان إذا جلس في المجلس يغمض عليه ويتكلم يقول أنه يتكلم ويسرد صد حتى أن بعض الناس كان يقول أنه يوحى إليها يعني من شدة علم الشيخ الإسلام وحفظه رحمه الله طبعا هذا كان باطل ولا شكل الشيخ الألباني رحمه الله يقول كنت إذا حضرت مجلس الشيخ الأمين الشنقيطي تذكر ترجمة الشيخ الإسلام الشنقيطي رحمه الله إذا تكلم كأنه يقرأ من كتاب ما شاء الله من شدة يعني علم الرجل بحفظه وأقول تذكر ترجمة الشيخ الإسلام تيمين رحمه الله كل حديث لا أعلم الشيخ الإسلام فليس بحديث إن تقد على الشيخ الإسلام أمور هي في الحقيقة متح لا قدح إن تقدوا على ترك النكاح وهو لم يترك النكاح رهباني بل كتب بالكتب النكاح وألف ومن أحسن من ألف في هذا الباب لكن شغل بتعليم الناس والجهاد وبالسجن انتقد عليه رفض للعطيات لم يقبل فلسل من أحد كان يكتفي بمن قليل يأتيه من أخيه ولم يأخذ شيء رفض كل شيء رفض المناصب رفض العطيات انتقدوا عن هذا وهذا مدح الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى شيخ الإسلام أوقف زحف ثلاث طواف منهم الرافض رجل واحد من حال ثلاث نعلم أوقف زحف هؤلاء بماذا توحيد نقاط القوة عن شيخ الإسلام أول ما يذكر يذكر التوحيد والإخلاص عن شيخ الإسلام وأنه لم يبالي بأحد في دين الله صبر على ما ذكرنا شكر النعمة الاتجاه إلى الله تضرع همة الرجل كان يطالع في تفسير الآية الواحدة أكثر من مئة مرجع ويستغفر ويدعو الله سبحانه وتعالى حتى يغتح الله علي لا تظن تبحث عن المسألة وتقول والله سمعت الشيخ ذكر هذه المسألة وتقول ترجح لدي أكثر من مئة مؤلف في تفسير آية الأحد ويدعو الله سبحانه وتعالى وكما انتقد على الشيخ الإسلام غير هذه المهم ويأتي معنا بإذن الله تعالى في نهاية العقيدة هناك كلمات لشيخ الإسلام أصبحت يعني ساغرة محفوظة عند الناس وهذا من توفيق الله من كان مؤمنة تقية كان لله ولي المحبوس من حبس عربه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين وغير هذا من الكلمات التي حفظت عن شيخ الإسلام وكل كلمات لها أصل من كتاب السلام قال عنا الرافضة لا للإسلام لنصر ولا لعدوه كسر وغير هذا من الكلمات مؤلفات شيخ الإسلام قلنا كل مؤلفات شيخ الإسلام لم يؤلف كتاب من أجل التأليل وهذا فيه عبرة لطلاب العيو لم يؤلف كتاب حتى يقال عنه مؤلف ألف لحاجة الناس كل مؤلفات شيخ الإسلام ردود فتاة نعم كل مؤلفات شيخ الإسلام من هذا الوسطية رسالة حموية رسالة التدولية رسالة أرسل يا رجل يكتب الوسطية كتب الوسطية ابتدأ في كتابة الوسطية من بعد العصر فرق منها قبل المرد كتب التدمرية بعد القرق فرق منها قبل العصر نحن الآن في المعاهد العلمية ندرس العقيدة الوسطية في سنة الحموية في سنة تدمرية في سنة وأكتبها في ساعة من البركة نعم بركة حسين شيخ الإسلام بن تيمين رحمه الله تعالى لم يعرف عنه أنه تراجع عن شيء من كتبه إلا بعض الفتاة طالع معروفة كذبوا على شيخ الإسلام وافتروا عليه وألصقوا به بعض الكتب منها دعاء ختم القرآن والتراجع عن فتوى شد الرحل لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام كتب منحول عليه هذا كان في القديم في العصر الحاضر تغيرت الأمور ما لحصل حصل أن الأعداء عرفوا أن هذه الطريقة لا تصبح مجرد ما رد على شيخ الإسلام يأتي أمة الإسلام ما رد عنه لأن الغرض ليس الدفاع عنه شيخ الإسلام الغرض الدفاع عن السنة بنعم فماذا صنع هؤلاء أخذوا يحققوا كتب شيخ الإسلام ويدخلوا فيها أشياء ويأتيك الكتاب من الخارج ترجمة شيخ الإسلام تفرح وتقرأ فيها الطعن في طريقتها السنة والجماعة فأخذ يلعبوا في كتب شيخ الإسلام بهذا الطريقة جاء الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وصنع مشروع مشروع هذا فيه العناية بتقرأ شيخ الإسلام التيمية وابن القيم رحمه الله ونقع هذا الكتب وأخرجوا ما صنع هؤلاء إذن لا يوجد كتاب رجع عنه شيخ الإسلام كتب منحول عليه ذكرنا رجع عن بعض الكتاب نعم لكن كذبوا عليه رجع عن فتوى شد الرحل لقبر النبي عليه الصلاة والسلام مؤلفات شيخ الإسلام قلنا أكثر من ألف مؤلفة منها هذا المتن المبارك متن عقيدة الواسطين العقيدة الواسطين هناك يعني الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في هذا المشروع جمع تراجم شيخ الإسلام في مجلد مجلد كبير الذين تراجم الشيخ الإسلام في الغالب جمع هذه التراجم وضعها في مجلد ثم اختصر هذه التراجم كله في مجلد مختصر صغير فليرجع الواسطين سبب التسمية بالواسطين والله أعلم أنه عندي أنا أسباب السبب الأول أن أحد قضاءة واسط طلب من شيخ الإسلام أن يكتب له رسالة مختصرة في معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والسفر هذا أول سبب تسميتها بالواسطين الثاني لأن شيخ الإسلام كتب هذه الواسطية بعد صلاة العصر وهي الصلاة الوسطة الواسطية لأنها كانت في وسط عمر شيخ الإسلام الواسطية لأنه ذكر فيها باب كامل في وسطية أهل السنة والجماعة الأمر الخامس والله أعلم أنها يعني الواسطية بالنسبة لكتب شيخ الإسلام هي أسهل كتب شيخ الإسلام نعم والله أعلم بعد هذا نبدأ بدراسة هذا المثل المبارد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسمة بسم الله الرحمن الرحيم لماذا يبدأ علماء أهل السنة والجماعة بالبسمة اقتداء بالكتاب العزيز اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام بل وبالأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم اقتداءاً بعلماء السلف تيمن وتبركاً للبداء باسم الله كل شيء يذكر على اسم الله تحل في البارح ولذلك تسمي على الطعام ويسمي عند الجماع وغيرها الأمر الخامس هذا يستأنس به وإن كان لا يصح استأنساً بحديث كل أمر الذبال بدأ بالبسملة ثم بدأ كذلك بالحمد للأقتدام باقتدام العزيز اقتدام بالنبي عليه الصلاة والسلام وبعلماء السلف وحمد الله في أول كتب لماذا؟ لماذا يحمد العلماء؟ يحمدون الله سبحانه وتعالى في أول مؤلفات لأن الله أنزلهم هذه المنزلة منزلة ورثة الأنبياء ويأتي الحمد في آخر كتب كذلك لأن الله أتم عليهم النعمة كما ذكرنا على الإمام البخالي رحمه الله تعالى الحمد لله الحمد هو ذكر المحمود بجميل السفات على وجه المحبة والتعظيم الحمد لله قبل هذا طريقة في الشرح أو الشروحات لهذه العقيدة المباركة الشروحات لهذه العقيدة المباركة كثيرة من أحسن الشروحات والله أعلم شرح العقيدة الوسطية الشيخ بن عثيمير رحمه الله تعالى من أحسن الشروحات لنشرح الواسطية بكلام شيخ الإسلام وبكلام المقيم رحمه الله فذلك الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى له مذكرة عن عقيدة الواسطية هذه المذكرة مختصرة كالشرح المختصر للعقيدة الواسطية الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى طلب منه تدريس هذه الكتب الواسطية والحموية والتدمورية في المعاهد العلمية في المملكة العربية السعودية فماذا صنع؟ صنع عن العقيدة الواسطية ومذكرة عقيدة الواسطية وتقريب التدمورية وفتح رب برية بتلخيص الحموية هذه الكتب أصبحت مقررة في المعاهد العلمية عندنا في المملكة العربية السعودية هذه المذكرة يعني شرح واضح مختصر للعقيدة الواسطية فالأصل من أراد أن يفهم العقيدة الواسطية أقرأ أولا مذكرة ثم يدرر أسطية من شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله بدأ بالبسملة والحمد لله الذي أقسل رسوله أي رسول جميع الأنبياء رسول عليهم الصلاة والسلام أقسلهم الله سبحانه وتعالى بالهدى هل النبي صلى الله عليه وسلم هو هدى أو جاءه معه هدى يصح الجمع بين أنه جاءه معه هدى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم لكن هداية الدلالة والشغل لا هداية بالهدى ودين الحق الدين يطلق على العمل إن الدين عند الله الإسلام ويطلق على الجزاء مالك يوم الدين يوم الجزاء الحسن بالهدى ودين الحق ضد الحق الباطل ليظهره يظهر من؟ يظهر الدين أو يظهر الرسول عليه الصلاة والسلام يظهر الدين والرسول ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا على صدق هذا النبي عليه الصلاة والسلام شهد الله سبحانه وتعالى على صدق هذا النبي عليه الصلاة والسلام وصدق الأنبياء والرسول عليه الصلاة والسلام شهادة قولية وشهادة فعلية قولية أنزل الله سبحانه وتعالى عليه القرآن فعليا أن الله سبحانه وتعالى أعلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام ونصر في قسواته عليه الصلاة والسلام وانتصر على عداء الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليصر على الدين كله وكفى بالله شهيد وأشهد وضر بقلبي ناطقاً بالإسان عاملاً بجوابه أن لا إله لا معبود بحق إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا شريك توكيد للا إله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده توكيد لإلا الله ولا شريك توكيد للا إله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إقراراً توكيد لأشهد به وتوحيداً عن إفراد الله سبحانه وتعالى وكما أخرج الله سبحانه وتعالى بنوع التوحيد الثلاثة لابد أن يفرد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام ولابد أن نجمع في وصفنا النبي عليه الصلاة والسلام بين العبودية والرسالة ولا يمكن الفصل بينهم وأشهد أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبد عبد هذه تتضمن أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له شيء من خصائص الرقوبية هذا الأول الثاني في عبد أن النبي عليه الصلاة والسلام أعبد الخط ولا طريقة إلى عبادة الله لا طريقة عليه الصلاة والسلام إذن في عبد رد على طائفتين الذين استجرون وادعون النبي عليه الصلاة والسلام شيء من الرموبي وعبد رد على مبتدئ رسول هذا هو القسم الثاني عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام وتكرم فيما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي ورسول نبي أبي لإقرأ وأرسل بالمدث وأشهد أن محمد عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله صلى الله عليه الصلاة من الله من أحسن ما قيل فيها أن الصلاة هي الثناء الثناء على المصلى عليه في المنأ عليه الصلاة من الله كم فسّ ذلك أبو العالية رحمه الله كما تمت في البخاري تعليقاً وفي غيره صلى الله عليه وعلى آله آل النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر الآل وحده يعني عند الإطلاق الآل المرد بهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على دينه والدليل إنه ليس من أهلك مع أنه من قرابة ابنه ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعب قرابته لا أتباع على دينه إذا إذا ذكر الآل ولم يذكر معهم آل البيت وأصحابه وكذا عند الإطلاق فالآل المرد بهم قال أتباع على الدين لكن لو قال آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة هم على الصحيح بنه هاشم وموليه فقط صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الصحب جمع صحابه والصحابه هو من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على صحيح الأقوال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلامة بها دفع الآفات والصلاة بها جلب الخيرات فندعو الله سبحانه وتعالى أن يسلم أي دفع الآفات ولهذا لو قال السلام على الله وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام عمل والصلاة بها جلب الخيرات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيد أي زائد أما بعد مهما يكون شيء بعد فأقول أما بعد فهذا كيف يقول هذا يعني استشكل بعض الشراح كيف يقول هذا هذا أي هذا اسم إشارة إلى داني المكان يقول هذا ما هذا في شيء موجود يقول هذا هذا يعني هو لم يؤلف الكتاب وكتب المقدم الآن صحيح يقول هذا هذا غير موجود استشكل بعض الشراح يعني كيف يقول هذا على شيء غير موجود قالوا أن الشيخ الإسلام كتب الكتاب ثم كتب المقدم وقال هذا الذي كتبت قبل المقدم هذا قول أو هذا لأن الكتاب تركب في ذهن شيخ الإسلام كل مؤلفات شيخ الإسلام هو فيها قائل لا ناط تظن أن الشيخ الإسلام عندما قال هذا ما يعرف الذي يأتي بعد هذا وعالف إذن الله نعم نحسب كذا أو هذا باعتبار حال القائل لأنه يؤلف لك نعم أو هذا إجابة عن السؤال هذا القاضي مقتبات واصل فهذا اعتقاد ذكرنا أن العقيدة أنك تعبد عقد من الله تعبد الله ولا تشعر به شيء فهذا اعتقاد اعتقاد من؟ اعتقاد أهل السنة لماذا سمي أهل السنة والجماعة بهذا الإسلام لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطلا تمسكوا بالسنة السنة هنا الطريقة بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطلا فقط لا السنة والجماعة يعني اجتمعوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تفضل إذا كل اجتماع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو اجتماع وكل اجتماع مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة افتراء وإن رأى بعض الناس اجتماع تحسبهم جميعا وقلوبهم شد اهل السنة والجماعة اهل السنة والجماعة لا يمكن ان ندخل في اهل السنة والجماعة اشاعر ولا كرام كيف يكون اهل السنة والجماعة ينفون الصفات يثبتون سبع صفات نعم حتى في اثبات هذه السبع الصفات لم يوافقوا في اهل السنة والجماعة فلا يحسوا من أهل السنة والجماعة ولا كراء يعني أهل السنة والجماعة هم السلثين يصدر الله جعلنا منهم يا رب فالماتوريدية والأشاعر ليسوا من أهل السنة ولا كراء نعم أهل السنة والجماعة فأما بعد فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة إذن أراد أن يبين معتقد أهل السنة والجماعة إجمال ثم يبين معتقد أهل السن والجماعة في باق الأسماء والصباح فهذا فهذا اعتقاد الفرقة الفرقة هي الطائفة الناجية من ما الناجية في الدنيا من الخروج عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وكالعلي الصلاة والصالح والناجية في الآخرة من العذاب لا تسال الطائفة من أمتي عن الحق منصورة على مسألة معدد الله تعالى ناجية في الدنيا وناجية في الآخرة المنصورة من ينصره؟ ينصره الله نعم إذن فرقة طائفة منصورة وناجية نعم إلى قيام الساعة أي إلى قرب قيام الساعة لماذا حتى نجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا على أشهر الخرق لا تقوم الساعة حتى ولا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله وفي المسلم بسبب صحيح حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله قال نعم فهذه انتقال فرقة الناجية قائمة منصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان ما هو؟ معتقد أهل السنة والجماعة وهو الإيمان نعم وهو الإيمان بالله الإيمان بالله تقدم معنا في شرح الأصولة الثالثة تضمن الإيمان بربوبية وإلوهية وأسماء وصفاته والإيمان بوجود الله ودلعوا لجهد الله العاقل والحس والفطرة والشر وملايكته عالم غيب خلقهم الله من نور تبعون الله والعصون لهم أرواح وإجساد وعقول وقلوب نعم بهم إجمالا بمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسماء والصفاته والأعمال والأخبار التي جاءت عنهم إجمالا وتفسيلا الإيمان بالكتب نعم بلنا كلام الله منزلة غير مخلوقة وأن الله سبحانه وتعالى تكلم بها حقيقة وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول الكتاب لقد أصلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب نعم بكل الكتب إجمالا بمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها وأخباره وأحكام ما لم تنسق وأن القرى النسك نتلك الكتب الإيمان بالرسل عبيد العبدون ورسلوا أكذبون عليه الصلاة والسلام أن الله أرسلهم ورح إليهم وإيدهم بالآيات أدوا الأمان ونصح الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جاد نعم بهم إجمالا بمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وصفاتهم والأخبار التي جاءت عنهم والآيات التي أدهم الله سبحانه وتعالى بها وأن أولى الأنبياء آدم وأولى رسول نوح وخاتم الأنبياء محمد عليهم الصلاة والسلام الإيمان باليوم الآخر سيأتي معنا الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد المر الإيمان بالقضاء القدر كلنا مراتب أربع علم وكتابه ومشيئة وخلق ومن هذه من تبعضية ذكرنا أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بردوبية وألوهية وأسماء والصفات والإيمان بوجوده الآن يشرح لك الإيمان بالأسماء والصفات من الإيمان بالله نعم ومن الإيمان بالله الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إذن هذا فيه أن الأسماء والصفات توقفين أن يتوقف فيها على أورد في الكتاب والسنة ولا يتجاوز القرآن والحديث كما ذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذن لا مجال للعقل والاجتهاد في باب الأسماء والصفات هذا من حيث التفصيل يعني نثبت هذا الإسم وننفي هذا الإسم هذا لا مجال للعقل والاجتهاد المرض والمرجع الكتاب والصفة لكن من حيث الإجمال لابد أن العقل يثبت لله كل صفة كمال وينفي عن الله كل صفة نقص وعيد وسأتي معنا مثلا في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى العلو في الذات أدلة إثبات العلو في الذات للناس سبحانه وتعالى إجمالة خمسة العقل والشرع العقل والشرع العقل والشرع والفطر نعم وسأتي معنا الإجمال نعم كتاب وسنة وإجماع معاقل وفطر نعم من غير تحريف من غير تحريف لماذا قال من غير تحريف ولم يقل من غير تأويل أراد شيخة الإسلام أن لا تكلم إلا بالكتاب والسنة ونستطعت أن لا تتكلم إلا بالكتاب والسنة فبعا وهو من البداية تكلم بهذا الذي أقصر رسوله بالهودة ودين الحق قرآن من غير تحريف لأن هذا الذي جاء في القرآن وأن هذا أقرب للعقل وأن هذا فيه تنفيذ من هذا الأمر لأنه تقول أنت محرف يغول تقول أنت مؤول يفرح الرابع من التأويل ليس كله مذموم ما دل عليه دليل فهو صحيح مقبول وما لم يدل عليه دليل فهو فاسد مغدول التحريف التغييف وهو يقسم إلى قسمين تحريف لفظي وتحريف في المعنى تحريف في اللفظ في الغالب أنه لا يقع علم الجاه قال حرف هو قال وكلم الله موسى تكليما بنصف لفظ الجاه بعض العلماء رحمه الله تعالى قالوا لو تقولوا أن هذه الآية وكلم الله موسى تكليما ما تقول في قوله وكلمه ربه لم يحرق جاه هذا تحريف في اللفظ لا قعله من جاه الحمد لله رب العالم ما هذا تحريف في المعنى يغير المعنى استوى استولى نعم باطل لا يوجد في اللغة ما يدل عن استوب مع الاستولى إطلاق نعم هذا باطل رجل لا يعرف اللغة أصلا ما نقول هذا وسأتي معنى فهذا باطل بالكتاب والسنة وبإجماع الأمة نعم سأتي معنى إن شاء الله هذا تحريف في المعنى قال من غير التحريف ولا تعطيل التعطيل التخلى والترك وبإله معطلة أي مخلامة ترك أمهم على تعطيل إما تعطيل جزء أو تعطيل كله تعطيل جزء كتعطيل الأشاعر تعطيل كله كتعطيل الجهمية نعم من غير التحريف ولا تعطيل من غير التكييف التكييف يسأل عنه بكيف يسأل عنه بكيف كما سأل الإمام مالك الرحمن العرشي استوى قال كيف استوى التكييف محرم يعني فيه سفات الله سبحانه وتعالى ويكون التكييف إما باللسان تعبيره أو بالقلب تقديره أو بالبناء تحريره مثالا هذا الأخ اشتغل سيارة فهذا قال كيف هذه السيارة هذا سؤال عمالك عن كيفية فقال هذا أرسم لك كيفية هذه السيارة هذا تكييف بماذا بالبناء أو أخذ يشرح قال السيارة لها أربع أبواب ولها نرافذ ولها نطارات ولا هكذا ولا هكذا ولا هكذا هذا تكييف باللسان مجرد ما قلنا فلان اشترى سيارة لكزيز مدير 2013 هذا تخيل شكل لهذه السيارة هذا تكييف بالقلب كل ما خطر ببالك فالله سبحانه وتعالى على خلاف ذلك يعني لا يمكن ندرك الكيفية لأننا لم نرى الله ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وليس له مثل كيف نعرف كيفية السيارة نراها أو نرا مثل هذه السيارة إن كان لها مثل أو يخبرنا الصادق فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا ولم نرى الله وليس له مثل إذن الكلاف الكيفية قول على الله بلعب ولا تمثيل لماذا قال من غير تمثيل ولم يقل من غير تشبيه لأن هذا الذي جاء في القرآن ليس كمثل شيء الثاني ما من شيء في الوجود إلا وبينهما قد يشتمهان فيها تقول فلان ليه والحديث ليه صح؟ هل ليونة هذا مثل ليونة الحديث؟ لا تقول الله سبحانه وتعالى موجود والجلنة موجود هل هذا الوجود كهذا الوجود؟ لا إذن ما من شيء في الوجود إلا وبينهما قد يشتمهان فيه حتى وكان في المستمد فحياة الله سبحانه وتعالى حياة حقيقية التي جاءت عونها وحياة المخلوم لا يقاب المخلوم طيب الثالث أن بعض الناس يجعل إثبات ما أثبت الله لنفسه تشبيه مع التنزيل ولذلك يرمون أهل السنة بألقاء ينفر الناس عنه مشبهة مجسمة شكاكة نواصف غثاء وحابية جامية وغيرها حشوية مفهوم؟ نعم طيب قال بل يؤمنون يعني لا تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل ماذا يصنع؟ يؤمن يثبت لله ما أثبت لنفسه أثبت له رسول صلى الله عليه وسلم بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء ويأتي معنا إن شاء الله تعالى شرح هذه الآية نعم قال فلا يؤمنون عنه ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله بل يؤمنون ولا يلحدون الحاد في الآية الشرعية أو الكونية الحاد في الآية الشرعية قل القرأ مخلوق في الآية الكونية قل الطبيعة تخلق الأشياء الحاد في باب الأسماء والصفات خمسة أقسر أحسن من أن تقول قسم الأربعة تقسر أن ينكر الأسماء كلها أو بعضها كلها كالجهمية بعضها كالأشاعة يثبت الاسم وينكر الصفة سميعهم بلا سمع عليهم بلا علم قديرهم بلا قدر جهمية الثالث أن يجعل الدالة على التمثيل يشتق منها أسماء الأصنام اللات والعزة ومنام يسمي الله بما يسمي به نفسه على الأفاعل وقادر على اختراع وثالث ثلاثة نعم تعيد قال بل هم يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع الرصير فلا ينفون عن ما وصف به نفسه ولا يلحدون الكلمة عما واضعه ولا يلحدون في أسمائه وصفاته نعم في الأسماء أخذنا هذا معناه أن المؤلف يشير إلى أن الإلحاد يقسم إلى قسمه الإلحاد في الأسماء والصفات والإلحاد في الآيات نعم ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمية له لا سمية له لا سمية ولا ندة ولا كفر يقول الشم العثيمي رحمه الله تعالى هذه معانيها متقارب لكن عندنا قاعدة مهمة جدا الصفات المنفين الصفات المنفين ما نفى الله عن نفسه وما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ما هي طريقة للسنة والجماعة في الصفات المنفين نفعه عن الله كما نفع عن نفسه كما نفع عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال الضد إذن لابد من أمرين في الصفات المنفين النفي وإثبات كمال الضد لماذا؟ قال لأن النفي المحض ليس بكمات تقول هذا الجدار لا أظلم أحدا هذا مدح والله ليس بمدح هذا قدح لكن تقول نفى الله سبحانه وتعالى عن نفس الظلم وما ربك بظلم اللعبي لماذا نفى الله سبحانه وتعالى عن نفس الظلم لكمال عدله وقدرته سبحانه وتعالى نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته بفهوم إذا لابد في الصفات المنفية نفي مع إثبات وكمال الضدن نفي المحض ليس بكمال نعم ولا يقاس بخلقه سبحانه ولا يقاس القياس تقدم معنا تسوية فرع بأصل في حكم لعل جامع بينهم إلا أن العلماء رحمهم الله يقولوا كل قياس محضر يعني قياس المخلوق أو الخالق بالمخلوق إلا قياس واحد وهو قياس الأولى كل صفة كمال فالله سبحانه وتعالى أولى أن يوصف فيها وكل صفة نقص عيد فالله سبحانه وتعالى أولى أن يزع عنه نعم فإنه أعلم بنفسه لماذا يقول فإنه أعلم بنفسه وبغيره أصدق هذه هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف ذكرها هنا تأتي بإذن الله تعالى في التدمرية هذه يسميها العلماء عناصر الدلالة والإفهام واحد كيفية الرد على أهل الشواء صح؟ كيفية الإجابة عن من سال عن الحكمة الدرس الماضي قول عائشة رضي الله هذه الآن قاعدة في الرد على من يرد الأسماء والصفات ويغيرها ويحبف ويعقلها ويمثل قاعدة هنا ذكرها الشيخ الإسلام هذه يسميها العلماء عناصر الدلالة والإفهام عناصر الدلالة والإفهام نشرح عناصر الدلالة والإفهام أو أمور إذا اجتمعت في الكلام وجب أن يقبل أن يكون الكلام صادر عن علم وصدق وبيان وفصاحة وإرادة الهداء كم أربع ذكر شيخ الإسلام ابن تيمين هنا رحمه الله ثلاثة عناصر وأضاف الشيخ بن عظيمين رحمه الله تعالى عنصر رابع هذه يسميها العلماء عناصر الدلالة والإفهام أمور أربع اجتمعت في كلام وجب أن يقبل وبهذه الأمور الأربع نستطيع أن نرد عليه الباطل نسأل هؤلاء هل أنتم أعلم أم الله لابد أن يقول الله هل أنتم أصدق أم الله لابد أن يقول الله هل أنتم استطعتم أن تأتوا بكلام فيه بيان وفصاحة أحسن مما جاء في القرآن لا هل أنتم أردتم هداية الخلق أحسن مما أراد الله لابد أن يقول لا إذن أترك هؤلاء المتوكلون الحيار وأرجع إلى دلالة الكتاب مفهوم الثالث نسأل هل أنتم أعلم أم النبي عليه الصلاة والسلام هل أنتم أصدق أم النبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم أفصح أم النبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم أردتم هداية الخلق أكثر مما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لابد يقولوا لا إذن أرجع إلى دلالات السنة بعد دلالات الكتاب نعم بفوق وإلا لو قالوا غير هذا نقول ما ازددنا بإنزال القرآن وإرسال النبي عليه الصلاة والسلام إلا ضراء صح نعم وكان ترك الناس بلا كتاب والسنة أحسن أمور أربعة عناصر الدلالة والفام علم وصدق وبيانه وصاحب أرادة الهداء قلنا ذكر ثلاثة شيخ الإسلام وأظام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أمر رابع نعم وهو في الحقيقة أي الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يعني استفاد هذا من كلام الشيخ بن عثيمين لكن سبحان الله الله سبحانه وتعالى وفق الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن يجمع مسائل متفرقة أحيانا بهذا بالأعداد يعني مثاله هنا قال عناصر الدلالة والفام أربعة أخذنا فيما تقدم نظر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وحفظوا أيمانكم وجد من يقول احفظوا أيمانكم لا تحلفوا ومن أحفظوا أيمانكم من تكفر إن لم تأتوا بها أحفظوا أيمانكم بالوفاء وحفظوا أيمانكم بل لا تحلفوا إلا بالله قال مراتب حفظ اليمين أربعة ابتداء وسط وانتهاء وأن لا نحلف إلا بالله وهكساب رحمه الله على طريقة السلف وجمع أمور وشرح كتب السلف ولم يترك هذه الكتب أخذ يشرح فيها حتى أن الله سبحانه وتعالى فتح عليه نعم نسأل الله من فضله فهلك فضل الله يأتي من يشاء نعم قال ثم رسوله لا لا تعيد الكلم حتى لا يشرح نعم فإنه سبحانه أعلم بنفسه أعلم بنفسه نعم وأصدق قيلا آل الثاني سبح وأحسن حديث يبقى معنا إرادة الهداء والله يريد أن يتوب عليكم نعم ثم الأنبياء ورسل كذلك علم وصدق وبينه فسرحة وإرادة الهداء لابد انتعلم أن باب الأسماء والصفات لا يدخل النسخ باب الأسماء والصفات لا يدخل النسخ النسخ يكون في الأحكام لا في الأخبار مثال هذا الأخبار قال حدث الباري حريق أسفل فريزة ومات عشرة وجاء الوزير وجاء أمير المنطقة وجاء كذا وجرح عشرة ثم بعد دقائق قال الكلام اللي ذكرت من حريق قتل عشرة وجرح مئة ومجي فلان فلان هذا منسخ لم يحبث حريق كان بارح عرص تزوج عشرة ومئة في الطريق وكذا وكذا ايش نقول عنه كذاب صح اي نعم طيب كل ما أخبر به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عن ربهم هذا لا يمكن يدخل النسخ لكن كيف يثبت عنده من الكتاب والسنة قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ننسه هذا خبر عن موسى عليه الصلاة والسلام جاء في ثبت من شرع اذا هذا ممكن يدخل النسخ مفهوم نعم اذا الأسماء والصفات اللي يدخلها النسخ وكل ما أخبر به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عن ربهم فهو حق ولا ننسه لكن كيف يثبت عنده بالكتاب والسنة نعم قال ثم رسلوا عليهم الصلاة والسلام صادقون فيما يقولوا مصدقون أو مصدقون إما أن الله صدقهم أو يجب عن أقوامهم أن يصدقوا ويصح الجم فتأتي الآن وأنت تحفظ تقول صادقون مصدقون أو مصدقون تجمع هكذا وتمشي في الشرع هذا يعني من باب أنك توضح المعاني ولا تغير أصلا ما ذكر الشيخ الإسلام يعني مثلا الآن عندما تأتي في أثبات صفة المحبة لله ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المحبة المحبة ثم ذكر آيات آية المحبة ذكرها وذكر محبة وود ذكر آية وود أي آية من يحفظ من يحفظ يحفظ المتل آية المحبة وذكر آية الود وهو الغفور الودود ثم الشيخ بالعظيم رحمه الله زاد آية فتحفظها وأنت تحفظ في المتل واتخذ الله إبراهيم خلينا حتى تكمل عندك أنواع المحبة الثابتة لله محبة وود وخل مفهوم وعلى هذا تسير يلا مش نعم ثم رسوله صادقون ومستوقون ومستوقون ومصدقون نعم بخلاف متهوكين وحيارة لا علم ولا صدق ولا بيان وفصاحة ولا إرادة هداية اجتمعت عناصر الدلالة للإفهام في كلام الله وكلام أنبياء ورسل عليهما الصلاة والسلام نعم ولهذا قال سبحانه ولهذا قال سبحانه نعم سبحان ربك رب العزة عما يصفون عما يصف هؤلاء الشخ الإسلام شرح نعم نعم نزه نفسه نزه نفسه وصفه به المخالفون له وصفه على المرسلين لسلامة ما قالوا يعني من النقص والعين نعم 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 وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات هذا هو التوحيد حقيقة التوحيد لو سألها في أي أحد ما هي حقيقة التوحيد تقول الجمع بين النفي والإثبات حقيقة التوحيد الجمع بين النفي والإثبات ركنان الشهادة نفي وإثبات لكلمة الإخلاص ركنانهما نفي وإثبات فاحفظنهم حقيقة التوحيد ما هي الجمع بين النفي والإثبات مثال تقول زيد قائم أثبتت القيام لزيد نعم ممكن يكون هناك مشارك لزيد عمرو خالد وكاب صحيح لكن لو قلت لا قائم إلا زيد أثبتت القيام ونفيت أن يكون معه مشارك إذن أفرت زيد بماذا بالقيام هذه حقيقة التوحيد لا إله نافي جمع ما عبد من دون الله إلا الله بثبت عباد لله وحدنا الشريك إذن وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي الإثبات لا بد أن تجمع وهذا هو التوحيد إذن حقيقة التوحيد الجمع بين النفي وإثبات صح هذا اللي بجانب صحيح أو قاب نعم أقرأ ما هي حقيقة التوحيد خليك واقف نعم الله يفتح فلا عدول فلا عدول إذن أهل السنة لا يمكن أن يعدل على هذا الطريق طريقة الكتاب والسنة مكاة عليه السلفة نعم فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء بهم مرسلون عليه المصرات والسلام نعم فإنه السراط المستقيم السراط طريق طريق مذلل مهيئ يسع كل أحد وصف أنه مستقيم لنقرب الطريق السراط إما يضاف إلى الله لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وراء صراط الله أو يضاف إلى السالكين إهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم نعم إنه السراط المستقيم سراط الله سراط الذين أنعم الله عليهم أنعم الله عليهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الأنبياء هم أنبياء وصديقين والشهداء صالحين والصدقين صدقين والشهداء صالحين والشهداء شهداء صالحين والصالحين صالحين مرة أخرى الأنبياء هم أنبياء والصدقين والشهداء صالحين والصدقين صدقين والشهداء شهداء صالحين والصالحين صالحين مرة أخرى أو مرة ثانية الأنبياء صديقين ولا شك اتمنهم الله سبحانه وتعالى وشهداء نعم وصالحين والصديقين منهم والذي جاء بالصدق وصدق به وتقدم الصديقين في هذه الأمة أو بكر الصديق رضي الله عنه صديق هذه الأمة عائشة رضي الله عنه الصديق صدق الله سبحانه وتعالى وبرأها مما رماها به أهل النفاق صديقين الشهداء اما شهداء المعركة أو العلماء لأن العلماء شهداء شهد الله أنه لا إله إلا هو الملكة والعلم قائما بالقسط أي بالعلم والصالحين هم الذين أدوا ما فرض الله عليه فعل الطاعات واجتناب المحرمات فهم صالحين مفهوظ نعم قال وقد نعم وقد دخل في هذه الجملة في هذه الجملة أي جملة جملة ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه نعم وصله به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاق نعم الآن بدأ المؤلف رحمه الله تعالى يسرد الأدلة لكن المؤلف يعني لا يسرد هكذا انتبه هذا شيخ الإسلام هذا نعم رتب الأدلة تغتيب دقيق والله وهذا من فضل الله جاء بالسورة ثم بآية ثم أخذ يورد الأدلة شيء فشيء فشيء وأطال في آخر أدلة سوف يأتي معنا لماذا وهذا تذلع ثقا مؤلم رحمه الله تعالى وذكر السورة ثم آية الكرسي وتكلم عن السورة وعن الآية طيب الله أعلم نجعل بهذا القسم الثاني إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر والله أعلم وصلى الله عنه نبيه محمد أرسيح كم بقي بقي القلب إذن إلى صلاة العصر نراجع إن شاء الله تعالى ثم نبدأ شاحن أقدمنا من الضراء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة